المسؤول التنزاني سعداء باستقبال رئيس البرلمان التنزاني رفقة وفد هام هذا البلد الصديق للمغرب والذي تجمعه وإياه اتفاقات عديدة للشاركة تم توقيع عليها خلال الزيارة الملكية الأخيرة ولا سيم اتفاقات تهم مجال السياحة وتبدل الخبرة في المجال المسؤولين بحث أيضاً سبل العمل على تكريس مطلوبة من الاتفاقية الموقعة خلال الزيارة التي قام بها جلالة الملك محمد السادس لتنزانيا في أكتوبر 2016 وتوسيع دائرتها لتشمل مجالات جديدة المغرب من بين الدول الإفريقية التي سستقبل ملايين السياح سنوياً وتنزانيا ما تزال لم تصل إلى هذا الهدف لدينا وجهات عوامل جذب سياحية عديدة لكننا لن نستقبل سياحاً من هذا الحجم وبالتالي فالتعاون بين المغرب وتنزانيا سيركز بشكل أساسي على جانب من هذه الجوانب المسؤول التنزاني يقوم بزيارة عمل للمغرب على رأس وفد هام ويجري سلسلة مباحثات مع مسؤولين مغربة من مختلف المجالات